تعزيزات عسكرية متواصلة على وقع المعارك العنيفة التي تخوضها القوات الحكومية على مشارف الدريهمي تقدم نوعي حققته هذه القوات خلال الساعة الماضية باتجاه مركز المديرية الذي تطبق عليه الحصار وباتت استعادته مسألة وقت فقط معارك الساعات الماضية كانت ضارية وأسفرت عن سيطرة القوات الحكومية على قرية اللاوية التي تفصل بين الدريهم والكيلو 16 المدخل الرئيس لمدينة الحديدة وبهذا الإنجاز ينقطع خط الإمداد ما يضعف فرص ميليشيا الحوثي من مواصلة الصمود في آخر معاقلها في جنوب مدينة الحديدة على الخط الساحلي لن نتراجع مهما كلفنا الأمر وإن كلفنا الأمر حياة الجميع كامل معنويات القوات الحكومية مرتفعة بعد أيام من الخسائر التي تكبدتها في محيط مركز الدريهمي خلال محاولة الاقتحام الأولى للمركز طيران التحالف يقدم إسنادا قويا للقوات الحكومية في هذه الجبهة بتوجيه ضربات موجعة لتجمعات الميليشيا وعتادها العسكري ما أجبرها على الفرار هذه الشواهد من الآليات المدمرة والأسلحة التي سيطرت عليه القوات الحكومية وبينها صواريخ جو أرض ومدافع وهذه المدرعة من نوع بي أم بي تشهد على ضراوة المعركة والقصف وعلى حجم الخسائر التي تكبدها الحوثيون في معارك الساعات الماضية قبل أن تنسحب عناصرهم المسلحة باتجاه الكيلو 16 ساعات الحسم في مركز مديرية الدريهمي تقترب وسط إصرار من جانب القوات الحكومية المدعومة من التحالف على إنهاء المعركة بطرد الميليشيا من هذه المنطقة التي تتحكم إلى حد كبير بمصير المعركة المرتقبة لاستعادة مدينة الحديدة لا تنفصل هذه المعركة إذن عن الاستحقاق الرئيس الذي تمثله استعادة الحديدة وميناؤها ومعهما الساحل الغربي للبلاد من أيدي الميليشيا في ظل الارتباط الوثيق بين هذه الجبهة وبين قدرة الميليشيا على مواصلة القتال والتمويل والإمداد يهدي ذلك وسط ارتفاع في نبرة التصعيد السياسي من جانب التحالف عبر عنه وزير الدولة للشؤون الخارجية الإمارات أنوار قرقاش الذي شدد على أن بلاده لن تسمح بحدوث تحول استراتيجي في المنطقة لصالح إيران عبر سيطرة ميليشيا الحوثي على اليمن ومع اقتراب القوات الحكومية من السيطرة على الدريهمي تتركز أنظار المراقبين على الخطوة التالية الأكثر تعقيدا والمرتبطة باستعادة الحديدة التي تتقاطع عندها مصالح دولية وإقليمية بشكل حاد وعلى نحو يتحدد معه مصير المعركة برمتها في سياق الحرب الدائرة في اليمن